بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم هذه الآية الكريمة حول طائفة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وحول موقفهم في غزوة أحد في غزوة أحد رسول الله صلى الله عليه وآله خطط تخطيطا حربيا دقيقا وهذا التخطيط الحربي لو كان يسير عليه المسلمون ما كانوا يبتلون بالهزيمة في تلك الغزوة ولكن التخطيط وحده لا يكفي إذا الناس ما طبقوا ذلك التخطيط أفضل الخطط الحربية وأحسنها وأحسنها إذا الجنود ما طبقوها خالفوها ما رح تفيد فرسول الله صلى الله عليه وآله لما رأى أن المشركين عددهم وعدتهم أكثر عدد المسلمين كان ألف وعدد الكفار ثلاثة ألاف عدة المسلمين العتاد يعني قليل وعدة الكفار أكثر وحماس الكفار أيضا كان أكثر لأنه عدهم ثار بادر فجايين بحماس شديد ليأخذوا ثأر بادر فخطط الرسول تخطيط دقيق مكان الغزوة اختارها الرسول مكان القتال من طرف جبل أحد من طرف ثاني أكو تل في هذا التل ثغرة المشركين من الخلف ما يقدرون يهجمون لأنه أكو جبل من طرف الثاني اللي أكو تل وضع خمسين واحدا من الرمات على التل خمسين واحد يرمون يحمون ظهر المسلمين إصار القتال من جهة واحدة لما عددك أقل وعدتك أقل كلما جبهة القتال تكون أضيق تكون بصالحك فهؤلاء الخمسين الذي وضعهم على هذا التل ليحموا ظهر المسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأن لا يتركوا مواقعهم قال لهم إحنا انتصرنا انهزمنا قتلنا قتلنا أنتوا لا تتحركون من مكانكم أنت وظيفتك تحمي الثغر فبدأ القتال في الجولة الأولى المسلمون انتصروا لأن الآية تقول إن تنصر الله ينصرك في آية أخرى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله في الجولة الأولى طبقوا كلام الرسول صلى الله عليه وآله فانتصروا المشركون قتل منهم البعض والبقية انهزموا فتركوا غنائم فبدأ المسلمون الذين في ساحة القتال بدأوا يجمعون الغنائم ذول اللي كانوا على جبل الرمات على الثاغر الخمسين واحد من الرمات الذين أمرهم رسول الله بأن لا يتركوا موقعهم عندما شافوا المشركين انهزموا والذين في ساحة المعركة بدأوا يجمعون الغنائم الأكثر منهم طمع في الغنائم قال عنده طمع من الخمسين حوالي ثمانية وثلاثين واحد تركوا الموقع بقوا اثنائش واحد بس وهذا اللي كان رئيسهم الآمر قام يذكرهم أنه الرسول أمركم بأن لا تتركوا موقعكم ليش تتركون الموقع ما فادوا إياهم فلما هؤلاء تركوا الثاغر المشركون بقيادة خالد بن الوليد استغلوا خلوا الثاغر من الرمات ومن الخلف هجموا وذولاك المشركون المنهزمون أيضا رجعوا فصاروا المسلمين في محاصرة خالد بن الوليد وجماعة من الخلف يضربونه وهؤلاء الذين كانوا منهزمين رجعوا من الأمام فانهزموا والرسول صلى الله عليه وقال يدعوهم ما يفيد إذ تصعدون ولا تلون على أحد تصعدون يعني تشردون بالصعيد ولا تلون على أحد يعني حتى وجهكم ما تدير له ما تديره والرسول يدعوكم في أخراكم يعني الرسول يناديهم بأسمائهم يا فلان يا فلان يا فلان أنت ما عاهدت الله سبحانه وتعالى أن لا تنهزم ما يفيد لأن الاثنعش اللي كانوا باقين على العقبة على جبل الرمات عددهم قليل كان قتلوا ومجموعة في ساحة القتال قتلوا أيضا والبقية انهزموا إلا قليل جدا اثنعش واحد عشرة أشخاص حول هذه الغزوة نزلت آيات كثيرة في سورة آل عمران من جملة هذه الآية التي تلوناها إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ذول أصحاب العقبة يعني الذين كانوا على الثغر على التل على جبل الرمات ذول الرسول أمرهم والآمر اللي بعدين استشهد ذكرهم بأمر الرسول هؤلاء لماذا خالفوا الآمر إلى سبب الآية تقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الجمعان يعني المسلمون والمشركون في ساحة القتال ذول اللي تولوا كانوا على العقبة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا هذه المرة عصى أمر الرسول بعدين الرسول ذكرهم قال أنتم ليش خالفت الأمر على الغنائم يعني تشكون في عدلي أنه ما أعطيكم سهمكم من الغنائم تتصورون مثلا أي واحد أخذ غنيمة هو يصير مالك إلها وإنتوا الآن جاهدتوا وقفتوا في العقبة كذا هذا هم جهاد بعد تصورتوا أنه أنا ما أعطيكم غنيمة حقكم من الغنيمة راح أظلمكم هالشكل اللي تصورتوا زين ذول اللي يشتركوا الموقع طمعا في الغنيمة واثنائش واحد منهم لم يتركوا الموقع الآن ستشهدوا شنو السبب السبب الآية تبين إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا يعني أكو إنسان يرتكب ذنوب هاي الذنوب تصير سبب أنه في مواقع مفصلية تزل قدمه في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون يعني واحد يشوف الذنوب صغير يقول شنو أشكل الذنوب صغير الذنب الصغير والذنب الكبير هو عصيان لله سبحانه وتعالى صحيح أكو بعض الذنوب هي أكبر من بعض القاتل أكبر من كذب واحد مثلا لكن بالنتيجة كلها معصية لله ومعصية الكبيرة كبيرة ومعصية العظيم عظيمة هذا الذنب الصغير الذي الإنسان يرتكبه هذا عصيان لله وإذا كان عصيان لله هذا استخفاف بالله واحد يمكن أبو حنيفة كان يجع عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام اسأله سؤال يقول عندي زيت الدهن قسميا أكو دهن زيت يعني مائع وأكو دهن جامد إذا الدهن الجامد إذا وقعت به نجاسة النجاسة متسري لأنه جامد هو المقدار اللي يتنقس وشوية أطراف تشيل الذب والبقية طاهر لكن الزيت يعني الدهن المائع إذا سقطت فيه نجاسة هذا ماء مضاف أو كل مضاف فكل ينجس إذا عندك دبة دهن مثلا سقط فيها قطرة الدم كل ينقس يصر نقس خلاص لازم الذب فيسأل الإمام عندي زيت هذا الزيت سقطت فيه فأرة فأرة ميتة الفأرة الميتة نقس الميتة من النجاسات فالإمام عليه الصلاة والسلام أجابه بما معناه أن هذا الزيت كل يصر نجس والنقس هم لازم واحد يذب ما يستمع يقدر يأكله فقال في جواب الإمام إن الفأرة أهون عندي من أن أريق زيتي شين الفأرة على حساب فأرة أنا هذا الزيت اللي قيمت كذا وكذا وكذا أريقه الإمام قال لي أنت ما استخففت بالفأرة أنت استخففت بالله هذا استخفاف بالله لأن الله قال هذا نقس الله قال لا يجوز لك أن تأكله أنت هذا كلامك استخفاف بالله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى إبليس لعنة الله تعالى عليه عندما أبى أن يسجد لآدم الآية ما تقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إبليس تكبر على آدم صحيح لكن استكبر على الله رأى نفسه أكبر من أن يطيع الله سبحانه وتعالى هو صحيح تكبر على آدم بس المشكلة الأساسية استكبار على الله شاف نفسه أكبر من حكم الله الله أمر بالشيء أن أكبر من حكم الله سبحانه أن أطيع الله في هذا الحكم وهذا سبب الأساسي لزلاله ولكفره ولطرده فالذنب صحيح وصغير بالظاهر لكن واجب 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 أو مستحب كذا بس عند الإنسان عمل صغير مو مهم يمكن هذا العمل بسبب لغضب الله سبحانه وتعالى أنت ما تدري أنه الله سبحانه وتعالى متى يغضب يمكن واحد يرتكب ذنوب كثيرة الله يتجاوز عنه يغفر يعفو عنه لكن فالذنب يمكن يتصور صغير هو يتصور صغير بس عند الله عظيم الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك الذنب يغضب عليه ولا تستحقرن أو لا تستصغرن شيئا والشيء الثالث هو أخف وليه بين الناس فلا تستحقرن أحدا من الخلق فلعله ولي الله الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا بل ينظر إلى قلوبنا هذا الذي ترى كشخ من نسب معروف من عشيرة معروفة كذا وكذا والناس يحترمو زيان ولعله هذا من أولياء الشيطان وتشوف فد واحد الناس يستحقرون ينظرون إليه بنظرة حقيرة من وهذا كذا شغلة وضيعة مثلا عامل بلدية ما حد يدير لبال لعله هذا من أولياء الله سبحانه وتعالى باتر احنا نحتاج إلى شفاعته ولا تستصغرن أو لا تستحقرن أحدا من الناس فلعله ولي الله هذا الزبال الذي تشوف فلعله هذا من أولياء الله سبحانه وتعالى الله يدفع البلاء عن أهل هذه المدينة لأجل هذا لأن الله لا يشوف أنه هذا تاجر هذا زبال هذا كذا هذا كذا هذه هذه أمور عندنا مهمة عند الله سبحانه وتعالى ليست مهمة فإذن الآية تقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان استزل لهم يعني ألقاهم في الزل في الزل اتمزلقوا يعني وقعوا في الذنب عثروا إنما استزل لهم والشيطان ببعض ما كسبوا عندهم ذنوب سابقة صغيرة حقيرة يعني هم يستحقروها لكن في الوقت المفصلي الشيطان استغل تلك الذنوب واستزل لهم بعنه الفرار من الزحف يعني من القتال هذا من أكبر الكبائر الآية الشريفة تقول وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ يعني يشرد من صاحة القتال إلا متحرفا لقتال يعني فنون حربية أو متحيزا إلى فئة انسحاب ينسحب تكتيكي حتى يلتحق بجماعة اللي هي خطط حربية مو مشكلة وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هذا اللي ينهز من ساحة القتال من أكبر الذنوب من الموبقات ذنوب صغيرة أدت بهم إلى هذا الأمر بس الله سبحانه وتعالى رحيم ما يخالف إذا واحد ارتكب ذنب عظيم الله ما يغلق الباب أمامه مو مثلنا إحنا إذا واحد أسائلنا خلص إلى أخير حياتنا ما ننسى لكن الله سبحانه وتعالى بار بعباده لطيف بعباده رحيم بعباده لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انتخوا مو أسوأ من الحر في عمله قبل أن يتوب يقف أمام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما يخليه يدخل للكفة هذا الذنب يعني ماكو أكبر منه واحد مقابل الإمام يقف وينفذ أوامر ابن زياد وحتى المكان اللي نزل فيه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا كان بأمر ابن زياد بتنفيذ من الحر الإمام كان يريد ينزل عند الماء بس الحر ما خلى أكو الذنب أكبر من هذا الذنب لكن إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتوبة صادقة مو توبة كاذبة مرة واحد باللسان يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه في قلبه يريد يكرر الذنب هذا بالحديث هذا كالمستهزئ بالله سبحانه وتعالى لكن واحد قلبه أيضا يستغفر الله سبحانه وتعالى وعمل أنهم يثبت مو بس باللسان توبة بالعمل يعني راح إلى أن قتل في سبيل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام توبة تقبل ليش لا تقبل لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليرحمهم في آية شريفة الله سبحانه وتعالى يقول إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله ليش خلقنا يحتاج إلنا لا إذا إحنا كلنا كفرنا الله يضرر لأنه لا يحتاج إلنا الله غني عن عبادي ليش خلقنا الله سبحانه وتعالى ليرحمنا أو طريق الرحمة هم أن أنت تكون تطيع الله سبحانه وتعالى زين ذول انهزموا وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله في غزوة أحد أصحاب العقبة الآية تقول ولقد عفى الله عنهم هسا تندمت ما يخالف مو مشكلة الله يطيكم فرصة أخرى هسا إحنا أذنبنا مثلا لنبعدنا صغيرة أو كبيرة الله سبحانه وتعالى يطينا فرصة مرة ثانية فوتنا الفرصة ويطي فرصة ثالثة ويطي فرصة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة وعاشرة أكو في حديث أنه واحد لص حرامي في زمان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قبضوا عليه بالجرم المشهود وشهد عليه الشهود بأنه هذا كان ديبوغ فالإمام أمر بإجراء الحد عليه الآية الشريفة تقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم هذا بدأ يتوسل بالإمام أنه هاي أول مرة وهذا خطأ صدر مني وكذا وأنت أعفو عني طبعا الإمام عليه الصلاة والسلام إلى حق العفو الإمام حسب الحديث قال أجره عليه الحد ما قبل توسله بعدين هو اعترف هذا السارق هذا الحرامي قال إيه أنا قلت أول مرة بس هي المرة المية كان يعني مئة مرة هاي المرة المية قبض عليه بالجرم المشهود والإمام قال إيه أنا شفت أنه لو أنت أول مرة تقوم بهذا العمل الله ما كان يفضحك الله فضحك هذا معناه أنه أنت كررت هذا الأمر مرات وكرات وكذا إلى أن استاهلت أن الله سبحانه وتعالى يفضحك الله يضطي فرصة مرة مرتين ثلاث مرات عشر مرات ميت مرة لكن إذا أخذ يأخذ أخذ عزيز مقتدر وبعدين ذاك الوقت ما يفيد لا دعاء لا توسل لا كذا لأنه إذا نزل العقاب من الله سبحانه وتعالى الله ما يرفع العقاب استثناء كان قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين بس قوم يونس الله سبحانه وتعالى لحكمة رفع عنهم العذاب لكن بقية الأقوام الله أمهلهم 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 فلما أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر هكذا المجرمون الله سبحانه وتعالى يمهلهم بل كيتوب فإذا ما تاب أكرر وكرر وكرر بعديا إذا أخذ إذا تاب بعد ذلك ما يفيد توبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن بعد ما يفيد فرعونهم عندما كان يغرق في حال الغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل شنو الجواب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين حسب عن ما يفيد الآن وقت انتقام الله سبحانه وتعالى منك فإذن الإنسان لازم ليستخف بأي ذنب صغير من الذنوب وإذا لا سمح الله زلت به قدمه وارتكب ذنبا فورا لازم يتوب إلى الله الآية الشريفة تقول إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ليش؟ لأنه حتى الإنسان لا يستمر النفس لا تصير كدرة سوداء أكو في الحديث الشريف هذا من لطف الله تعالى على المؤمن أنه إذا الإنسان المؤمن نوى أن يعمل عملا من الصالحات بمجرد النية الملك من الملائكة اللي مكلف لكتابة الصالحات يكتب لأن الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أكو ملك على الطرف الأيمن وملك على الطرف الأيسر لكل إنسان ملك اللي طرف الأيمن يكتب الأعمال الصالحة والملك اللي طرف الأيسر يكتب الأعمال السيئة فإذا المؤمن نوى نية حسنة يعني أنت قاعد هنا نويت أنه هذه الليلة تروح تزور السيدة المعصومة عليها الصلاة والسلام نية في ذهنك إجت بمجرد أن نويت الملك اللي مأمور بكتابة الصالحات يكتب فإذا الإنسان أتى بهذا العمل يضاعف له عشر مرات من جاء بالحسنة فله عشر أضعاف وإذا لا يجي طارق مثلا ما قدر يروح نيتة غيرات كذا يبقى له ثواب النية يعني يوم القيامة يعطى الثواب بدون ما يسوي شيء بمجرد أنه نوى لكن إذا نوى العمل السيء لا يكتب عليه إذا ارتكب والعياذ بالله المعصية لا تكتب عليه إلى سبع ساعات هذا الملك اللي هو مأمور بالصالحات يقول ذلك الملك الثاني أجله لعله يتوب لعله يتوب إلى سبع ساعات ما يسجلون عليه إذا الساعات السبع انقضت فيقول الملك اللي مأمور بالصالحات لذلك الملك الثاني أكتب على الشقي هذا إنسان شقي سبع ساعات الله أمهل حتى يتوب حس تقول زل شهوة زين في حالة غضب كذا كذا ارتكب العمل الآن يقول ذهبت السكرة وجاءت الفكرة زين الآن ارتكبت أفكر الصدق عمل زيان مو زيان إذا مو زيان توب إلى الله طبعا هي التوبة أربعة أجزاء الجزء الأول الندم إذا ما متندم هذه ليست توبة الجزء الثاني العزم على أن لا يعود مو أنه يقول باطل راح أكرر نفس العمل لا يعزم ويقصد أن لا يعود والشيء الثالث أن يستغفر الله سبحانه وتعالى بلسانه يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه والشيء الرابع إذا من حقوق الله اللي تحتاج لها إلى قضاء يقضيها وإذا من حقوق الناس يأدي حقوقهم يعني إذا بايق لفلوس من واحد ما كلنا فلوس واحد يتندم ويقول أستغفر الله هذا ما يكفي لازم يرجع لفلوسه هذا أيضا موجود إذا استغاب واحد من المؤمنين يتندم يكفي لازم يروح يسترضي وإذا ما قدر يحصله وما قدر يسترضي يستغفر له الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي فلان اغفر لي فلان ما تاب خلال سبع ساعات اكتب على الشقي وفي الحديث وفي الحديث الشريف في حديث آخر الإنسان قلبه صفحة بيضاء تشوف هذا الجدار مثلا أبيض إذا أذنب ذنبا صارت بيها نقطة سوداء إذا تاب هذه النقطة السوداء تمحى يمسحوها إذا ما تاب أذنب ذنبا ثاني نقطة ثانية تصير وثالث نقطة ثالثة ورابع نقطة رابعة وهكذا هذا السواد يزداد 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 إلى أن يغطي هذا السواد قلبه فإذا غط السواد قلبه لا خير يرجى منه لأن الله سبحانه وتعالى خلاص يتركه يخذله لأن الله هو الذي يهدي والله هو الذي يضل يعني شنو الله يضل يعني يتركه مثلنا في محاضرة سابقة مثال إذا أكو طريق جبلي من طرف وادي من طرف جبل وهذا الطريق في تعرجات إذا واحد عنده عين يشوف الطريق يشوف الوادي يمشي على الطريق ما يسقط أما إذا واحد أعمى هذا الأعمى أكو دليل الدليل يقول له أنا أخذ إيدك هذا الطريق أمشيك إلى أن توصل إلى المقصد مرة هذا الأعمى يقول له ما يخلف هذا الدليل يقول له على الطرف الأيسر مش على الطرف الأيسر قال له على الطرف الأيمن مش على الطرف الأيمن قال له هنا سريع سريع قال له هنا يواش يواش هذا أعمى بالدلالة هذا الدليل يوصل لكن إذا هذا الأعمى قال لا أنا أريد أمشي هذا الدليل يقول له يا بأ أنت ما تشوف نحن أكو وادي وأكو مكان سقوط قال له لا هذا الدليل خمي يعيفه مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات يجي يقموش إيده هذا يسحب إيده أخير شي الدليل يتعب منه يقول له أنت كيفك ما تريد تروح روح أنا ما علي بيك هذا يمشي خطوات ويسقط إحنا مثل الأعمى الذي يهدينا هو الله سبحانه وتعالى بيّن لك هذا حلال هذا حرام هذا الطريق هذا مو طريق أنت قبلت دلالة الله سبحانه وتعالى بهاي الدلالة تمشي لأن توصل إلى المقصد اللي هو النجاة والجنة وإذا واحد ما قبل الله قال له هذا عصيان ما دار بال قال له هذه طاعة ما دار بال الله ما يترك لأن الله رحيم بعبده يهدي ويهدي ويهدي بس إذا ما فاد هذا القلب كله صار أسود الله يترك هذا هو إضلال الله فإذا تركه الله سبحانه وتعالى يظل يسقط في نار جهنة فإذا السواد أطبق على القلب يقال لا خير فيه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم يعني شون هذا الإنسان بعد ما يفيد إحنا شايفين بعض الأحيان أب عنده ابن هذا الابن لا يطيع الأب مرة يقول له مرتين ثلاث مرات أربع مرات مئة مرة يضربه يحبسه كذا كذا إلى أن الأبي أي اسم من ابنه يقول أنا متبري منك روح ما شايفين هاي الحالة إن كلنا شايفين هاي يتبر منه يقول الروح فإذا الأب ترك هذا يزداد ضلالا ويزداد شقاء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل الأنعام يعني الإبل البقر الغنان هذه لا تفهم شيء بس مو مذنبة ما لها عقل هؤلاء أسوأ من الأنعام لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم عقلا فلم يستفيدوا من عقله زين احنا نسأل الله أن يجعلنا دائما في طاعته إذا أنت تروح للزيارة هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى فواحد يأدي حق هذا التوفيق إذا أنت صليت هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى إذا أنت صمت هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان لم يرتكب المعاصي توفيق من الله سبحانه وتعالى لازم يأدي شكر هذه النعمة والله سبحانه وتعالى يقول لإن شكرتم لا أزيد النقر الله سبحانه وتعالى عالم وحكيم أعماله مغترة مغترة الإنسان لا يمكن أن يخدع الله سبحانه وتعالى يمكن أننا بيناتنا واحد يخدع الثاني لكن الله سبحانه وتعالى هل يخدع؟ المنافقون الآية تقول يخادعون الله وهو خادعهم يعني يجازيهم على ذلك لا يتمكن أحد من أن يخدع الله سبحانه وتعالى لذلك مع الله يكون مستقيم عمل مع الله سبحانه وتعالى يكون صحيح والله سبحانه وتعالى يعوض أحسن تعويض في الدنيا قبل الآخر لكن إذا الإنسان كان مع الله عدل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول فلما علم الله مننا الصدق أنزل علينا النصر أنت صادق مع الله الله ينزل عليك النصر ينصرك إذا لم يصادق مع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى غني عنك جميعا لا يحتاج إلى أحد مننا نسأل الله سبحانه وتعالى أي وفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يوفقنا لطاعته واجتناب معصيته وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يرجعكم سالمين إلى أهلكم سالمين أيضا ببركة محمد وآله الطاهرين وهذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر